مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم يونت 1 لسن 1 اليونت الأول الدرس الأول عنوان الدرس العطل قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي في فيسبوك الستهاتف طائح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس مثل ما تعودنا بالسنوات السابقة نبدأ بكتاب الطالب نشرح الأمور المهمة به الأسئلة راح يسأنيها للأستاذ الداخل الصف وبعدها ننتقل لإذاكوا موضوع قواعد نشرحها موضوع متعلق بالموفردات نشرحها شون يجينا بالامتحان شون نجاوب عنه ومن ثم آخر فقرة بالدرس ننتقل لكتاب النشاط ونحلل الأسئلة أو الأنشطة المتعلقة بالدرس خاف يطلبها الأستاذ كواجب بيتي أو من الممكن أكو بعض الأنشطة مهمة تجينا بالامتحان التحريري نبدأ بكتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة يونت 1 لسن 1 اليونت الأول الدرس الأول العطل يقول لي ماذا تعتقد فيصل ومنا وهدى فعلوه في العطل هنا بما أنه بداية السنة الجديدة بيسوي لي محادثة بين أحمد وفيصل بين رشا وهدى يتحدثون عن الأشياء اللي سووها بالعطلة الصيفية فأحمد يسأل فيصل شي يقول له يقول له هل ذهبت بعيدا في العطلة إننا نركز قبل ما أكمل قراءة المحادثة الـ هو سؤال بالماضي البسيط هذا السؤال رح يفيدني بالأول والثاني والثالث المتوسط إلى آخره هاي الصيغة مجرد أشيء للقوة أخلي فعله بمكانها هذه تفيدني بسؤال شخص معين عن الفعل الذي فعله في الماضي فهنانا دي سيلا يقول له هل ذهبت في العطلة لمكان ما فيجاوب فيصل ذهبت إلى الفيلج القرية القريبة من النهر شوفوا هنا آي وينت أنا ذهبتو وينت هي الماضي ما يلقو هاي بعيدا شوية رح تفيدني بموضوع اسم الماضي البسيط اللي هو موضوع قواعد رح نشرح ان شاء الله بالدقائق القادمة فسأله مرة أخرى قل له ماذا فعلت هناك جاوب آي وينت سويمينج افريدي كنت أذهب أو ذهبتو للسباحة كل يوم آي ومن ثم كمّل الجواب مالتا بتفاصيل العطلة مالتا خاصة المحادثة بين أحمد وفيصل الآن المحادثة بين رشا وهدى فرشا تسأل نفس السؤال هل ذهبت في العطلة لمكان ما فتجاوبها شوفوا هنا مونا and I stayed بقينا الماضي مال stay بقينا في البيت قلت لها what did you do all the time ماذا فعلتي طوال الوقت قلت لها oh lots of things الكثير من الأشياء فعلتها بدت تشرح لها ما مطين الجمل اللي شرحت لها ومونا قلت لها not very much ليس كثيرا لم أفعل الكثير فهنانا بدت تشرح هتقول I went camping رشا تقول لهم ذهبتو للتخيم I got up late every day قمت أصحى متأخرة كل يوم I learned to cook تعلمت الطبخ learned تعلم الماضي مال لان وهكذا وابتكمل باقي الجمل I went fishing ذهبتو للصيد لصيد السمك I went shopping ذهبتو للتسوق I saw my friends رأيتو أصدقائي saw هي الماضي مال sea I went to the zoo ذهبتو إلى حديقة الحيوانات I made some clothes صنعت بعض الملابس made الماضي مال make I went to a football match ذهبتو إلى مشاهدة مباراة كرة قدم we listened to music استمعنا للموسيقى I went to the museum ذهبتو إلى المتحف I read lots of books رأيت هي الماضي مال read نفس الكتابة لكن اللفظ يختلف إذن هذه عبارة عن محادثة بداخل الصف هنا الأستاذ يختار اثنين طلاب شخص يمثل دور عحمد وشخص يمثل دور فيصل ويقول لهم سووا لي محادثة بداخل الصف عما فعلتوه في العطل فالطالب الأول يسأل يقول لها did you go away in the holidays هل ذهبت في مكان ما إلى العطل الطالب الثاني يبدأ يشرح له عن الأماكن والأشياء اللي سواها بالعطلة باستخدام زمن الماضي البسيط اللي رح إن شاء الله نشرحه بعد دقائق إذن حاليا مجرد أن الجمل عبارة عن نشاط صفي محادثة بداخل الصف تمهيدا لموضوع معين اللي هو الموضوع الماضي البسيط اللي رح نشرحه إن شاء الله ببعاد دقائق قبل ما ننتقل للماضي البسيط أريدك تحفظ لذن الأفعال go ماضيها went go يذهب ماضيها went learn يتعلم ماضيها learnt كذلك معناها تعلم بالماضي بعد إش طلعنا؟ طلعنا get ماضيها got حصلتو أو حصل إلى آخره بعد make يصنع ماضيها made أذن الأفعال شاذة لكن بعض الأفعال القياسية مثل stay stay يبقى ماضيها stayed بقية مجرد أضيفي لها ed أو play يلعب ماضيها played لعبة وهكذا هاي رح تفيد دي بالدقائق القادمة بشرح موضوع الماضي البسيط اللي إن شاء الله رح نوضح ونعرف شون يجده بالامتحان وشون نقدر نجاوب عنه إذن عرفنا أن هذا النشاط مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي وإنما مجرد ذي مهد لي لموضوع اسمه الماضي البسيط اللي شرحناه بالسادس ابتدائي والآن نرجع نشرحه بالأول متوسط بتفاصيل أكثر شنه هو الماضي البسيط؟ أحفظ اسمه past simple tense past ماضي simple بسيط tense زمن زمن الماضي البسيط الماضي البسيط هو حدث وقع وانتهى في الماضي يعني مثلاً أنا البارحة شاهدت التلفاز أقول I watched watch you شاهد ماضيها watched TV أنا شاهدت التلفاز وأقدر أكملها yesterday yesterday البارحة شوفوا هنا حدث وقع وانتهى في الماضي عبرت عنه باستخدام الماضي البسيط زيني أستاذي شون أعرفت ماضي؟ من خلال كلمة yesterday البارحة دليل على عنده الجملة بالماضي أو Soha cleaned the house yesterday Soha هي الفاعل cleaned نظفت Soha نظفت البيت البارحة شوفوا هنا cleaned الماضي ما لclean بني أفعال قياسية مجرد نضيف لهم ED هنا الفقرة الأساسية اللي أريدكم تنتبهوا لطلاب أنه بعد الفاعل دائماً يجي فعل ماضي زيني أستاذ شون الفعل الماضي؟ قبل دقيقة وضحنا بشكل مختصر شون الفعل الماضي؟ أما فعل قياسي مجرد نضيف ل ED أو D أو فعل شاذ الشواذ أدنى مجموعة من الأفعال الشاذة يجب أن نحفظها الآن نجي نتعمق بالتفاصيل أكثر مع الفعل الماضي وراها نشرح الماضي البسيط بشكل مفصل أكثر بالبداية يقول لي هناك نوعان من الأفعال في اللغة الإنجليزية أفعال قياسية؟ شوني يعني أفعال قياسية؟ هي أفعال نضيف لها أما D أو ED عند تحويلها للماضي مثل ما في الملاحظات التالية قبل شوية وضحنا play played هذا فعل قياسي ليش قياسي؟ لأنضفت لها ED لما نحولت للماضي بعض الأفعال نضيف لها ED دون تغيير في الفعل يعني مثل ما هو مثلا play شوف هنا مجرد ضفت لها ED صار ماضي play يلعب play لعبه بالماضي clean ينظف clean نظفه بالماضي work يعمل worked عمله ضفت لها ED صار بزمن الماضي إذن بعض الأفعال فقط نضيف لها ED ليش أكوستاذ أفعال نضيف لها غير شي؟ نعم إذا كان الفعل منتهي بE فقط نضيف له D أنا الفعل ما أنتهي إذا انتهي بE مثلا arrive arrive معناها يصل هو أصلا منتهي بE ما يحتاج أضيف E ثانية ثم D اللي E موجودة فقط نضيف D وكذلك like يحب liked أحبه بالماضي اللي E موجودة فقط ضفنا D بعد بعض الأفعال تنتهي بY وقبل حرف صحيح إذا انتبهوا هنا هنا كون ينتهي بY هذا الفعل ينتهي بY وقبل هذا الY حرف صحيح وبهذه الحالة شنسوي؟ تقلب الY إلى I ونضيف ED نقلب الY إلى I ونضيف ED مثل شنو؟ مثلا study شوفوا هنا نستدي أنتبه أتأكد أنه انتهى بY وشرط قبل الY حرف صحيح تقلب الY إلى I ونضيف ED study يدرس studied درسه وكذلك cry الY قبل حرف صحيح تقلب الY إلى I ونضيف ED كراي يبكي كرايد بكى كوبي انتهي بY قبل الY حرف صحيح تقلب الY إلى I ونضيف ED كوبي يستنسخ كوبي استنسخ وبعد إذا انتهي بY قبل حرف علة هنا أنا فقط نضيف إلى ED مثل شنو؟ مثلا شوفوا هنا أنا play play Y قبل حرف علة تعرفون حرف علة باللغة الإنجليزية اللي هي ال-I وال-E وال-O وال-U وال-A إذا واحد من ذن الحروف قبل ال-Y ال-Y ما تقلب فقط نضيف للفعل ED play played stay stayed play يلعب played لعبه stay يبقى stayed بقية enjoy يستمتع enjoyed استمتع بعد إذا انتهى الفعل بحرف صحيح واحد مسبوق بعلا واحد نضاعف الحرف الأخير ثم نضيف ED شوف هنا أنا شوي ننتبه هذا الفعل انتهى في الصحيح بشرط أن يكون صحيح واحد مو صحيحين قبل علة وشرط أن يكون علة واحد مو حرفي علة صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير اللي هو حرف الصحيح ونضيف ED ما افتهمت استاشون يعني يعني مثلا الفعل stop شوف هنا أنا يقول لي حولي مثلا للماضي stop يتوقف أجي ال-P حرف صحيح واحد وال-O حرف علة واحد نضاعف الحرف الأخير ونضيف ED فستوبت توقف control الحرف صحيح O حرف علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف ED control يتحكم controlled تحكما وكذلك slip ينزلق صحيح قبل علة نضاعف الحرف الصحيح اللي هو الأخير ونضيف ED slip ينزلق slipped هذا ما يخص الأفعال القياسية الآن ننتقل للأفعال الغير قياسية عرفنا أن الأفعال القياسية نضيف لها أما D أو ED مع إجراء التغييرات أما تقلب ال-Y إلى I أو نضاعف الحرف الأخير إلى آخره أما الأفعال الغير قياسية أو الشادة نسميها التي يتغير شكلها تماما عند تحولها للماضي أخذنا بعض الأمثلة بداية الدرس go يذهب هذا ما أضيف لـ ED هذا الشي خاطئ أنه ما يتحول جذريا لأن هذا الفعل شاد go يذهب وينت ذهبه سيدنا أستاذ هل أني كم فعل أنه مجموعة من الأفعال بالأول متوسط وبالثاني متوسط وبالثالث متوسط نحفظ بكل سنة مجموعة من الأفعال ونضبطهن لأن كل شنهم مات بزمن الماضي بسيط أنا ما أقدر أحول الجملة إلى الماضي إلا إذا حولت الفعل للماضي إذا ما حافظ الأفعال الشادة ما أقدر أحولها للماضي بل القياسية مجرد أضيف لأما دي أو إيدي لكن الشادة ما أقدر لازم أحول أو أحفظ الفعل وصيغة الماضية كما في تمرين رقم واحد صفحة ثمانية من كتاب النشاط هذه الأفعال يجب حفظها لأنها مهمة جدا في موضوع الماضي البسيط والسؤال الملاك كما سيتم توضيحها إن شاء الله لما نصل للتمرين رقم واحد رح يشوف مضطين مجموعة من الأفعال اللي يطلب من أني أن نحولها من صيغتها المضارعة إلى صيغة الماضي البسيط وهي بعضها شاذة الآن لازم نعرف شلون أحول الجملة من جملة عادية جوز مضارع بسيط إلى جملة ماضي بسيط لكل زمن انتبهوا يا أيا ثلاث حالات حالة مثبت أحفظوا يا يا هذي كلش مهمة وحالة نفي وحالة استفهام شاء الله قبل ما أبلش بالنفي والاستفهام والمثبت عن شلون أعرف أن الجملة ماضي بسيط إذا لقيت بها أحد هذه الدلائل شنية الدلائل يستردي يستردي معناها البارحة البارحة دليل على أن الجملة بالماضي أو أغو مثلا قبل سنتين إذن هذه الجملة بالماضي أو لاست لاست وجماعتها مثلا لاست ويك لاست منث لاست يير الأسبوع الماضي الشهر الماضي سنة الماضية إلى آخره أو بعض الأحيان مثلا يقول لي عام 1990 1990 هو حدث وقع في الماضي إذن استخدم الماضي البسيط في حلة إذن هذني إذا شفتهم بالجملة أقول بيني وبين نفسي إنه هاي الجملة ماضي بسيط زين استاذ حددنا على الماضي البسيط السابق أن يتعرف على قاعدة المثبت والنفي والاستفام بالك وياي القاعدة في حالة المثبت شو تقول تقول الفاعل الفاعل شنو أستاذ قبل شوية مثلا قلت I went swimming ذهبت للسباحة الآي هو الفاعل أو كذلك ضربت مثال آخر سوها cleaned the house سوها نظفت البيت من هو اللي نظف البيت سوها إذن سوها هي الفاعل إذن الفاعل زائدا فعل ماضي أو قف أستاذ شنو يعني فعل ماضي شرحنا قبل دقائق الفعل الماضي أما يكون قياسي نضيف لأيدي أو يكون شاد شنو يعني شاد يعني أحاوله جذريا مثل go اصير went زائدا تكملت الجملة زين هسا مثلا جاب لي بالامتحان جملة شقل لي قل لي هدا work hard yesterday شقل لي بين قوسيا كمثال قل لي correct correct معناها صحة أوقف أنت عندك خطوتين للحل أولا أعرف زمن الجملة الجملة بيا زمن يا سبع يقول لي واحد يرفع إيدة يقول لي استاذ هذه ماضي بسيط قلت له شون عرفت قال لقيت كلمة yesterday عفية إذا لقيت yesterday أقول الجملة ماضي هسا حددنا زمن الجملة زين واقف استاذ اتقلت الماضي البسيط بقاعدة مثبتة ومنفية واستفهامية يا قاعدة تريدني أطبق شوفوا طلاب إذا لقيت not أو لقيت negative معناها هو يريدني أطبق القاعدة المنفية وذا لقيت علامة سؤال أو question question معناها سؤال معناها يريدني أطبق القاعدة الاستفهامية إذا ذن كلهم ما لقيتهم بالجملة معناها يريد أن أيضا يطبق القاعدة المثبتة زين هنا أنا أكو علامة السؤال لا اكو نوت negative question لا زين يعني ايا قاعدة يريدني أطبق بما أن ذن ما لقيتهم و haven't إذا إريدنا أطبق فالقاعدة المثبتة شنوه القاعدة المثبتة تقول فاعل شنوه فاعل الجملة هدا الفعل الماضي يقول لي حول لي الماضي هذا قياسي لوشات وورك قياسي خدناها بالملاحظات بالقياسي شنضيف له فقط نضيف لأيدي إذا نقول له هدا ووركت زائد التكملة فاعل زائد فاعل ماضي زائد التكملة هدا ووركت زائد التكملة شنوه هارت يستردي أصبحت الجملة بزمن الماضي البسيط بعد مثال آخر اش قل لي؟ قل لي ليلى go to the park last day الجملة بها زمن دائما نسأل نفسك هذا السؤال الجملة بها زمن استاذ لقيت لاست الجملة بالماضي البسيط زين حسنا حدا بزمن الجملة زين استاذ يا قاعدة راح أطبق المثبت لون نفي له الاستفهام لقيت السؤال؟ لا استاذ ما لقيت لقيت علامة السؤال؟ لا استاذ ما لقيت ما لقيت باني كلهن؟ إذن راح أطبق القاعدة المثبتة شي تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل؟ شنوه الفاعل؟ ليلى زائد فاعل ماضي الماضي ما لقيت شنوه؟ هذا فعل مقياسي هذا فعل شاد شنوه الماضي ما لقيت؟ زائد تكملة الجملة تكمل الجملة مثل ما هي إذن عرفنا القاعدة في حالة المثبت أنه فاعل زائد فاعل ماضي زائد تكملة هاي القاعدة حاولوا تحفظوها وتكتبوها بالدفتر لأنها مهمة جدا وأهم في قاعدة من قواعد الماضي البسيط الآن شنوه اللي بعد؟ ملاحظة إذا كان الفعل الرئيسي شوفوا هنا مثلا انطاني بين قوسيا بدل الـ انطاني الفعل بي إذا كان الفعل الرئيسي هو فعل الكينون بي يتحول إلى was aware هاي أحفظها جدا مهمة راح أتفيدك للسادس أداذي إذا كان الفعل الرئيسي هو فعل بي يتحول إلى was aware وحسب الفاعل يعني أستاذ شنوه حسب الفاعل؟ يعني الهي والشي والإيت أخلي لهن was كذلك الآي والبقية نخلي لهن where اللي هي الذاي والوي واليو نكتبهن الذاي والوي واليو يتخلى لهن where إذن إذا جاب للفعل بي ورد حوله للماضي حوله اما was aware هاي الملاحظة لازم تحفظوها ما افتهمت استاذ شون يعني؟ يعني كمثال I be late last night شوفوا هنا أنا قل لي هاي الجملة صحح لياها أولا نفس الطريقة الجملة تسأل نفسك بيا زمن الجملة ماضي شون عرفت ماضي؟ من خلال كلمة last عاشت إيدك إذن حدث زمن الجملة ماضي بسيط زين وراها يا قاعدة من قواعد الماضي البسيط رح أطبقها المثبت لأنه في له الاستفهام هذا السؤال عليكم عفيا البطل المثبت ليش المثبت؟ لأن ما لقيت لا نوت لا نيكتيب لا كوسش لعلامة السؤال إذن رح أطبق القاعدة المثبتة شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل شنو الفاعل؟ I زا إذن فعل ماضي أستاذ هذا الفعل قياسي لو شاد؟ أقول لك هذا الفعل ملاحظة خاصة هذا الفعل إذا صادقني الفعل بي بين قوسين وطلبت صحيحة أحاوله أما was أو where زين لآيش تاخذ was أو where تاخذ was I was زاعدا التكملة Late last night لقد كنت متأخرا الليلة الماضية بعد المثال الآخر ما قال لي؟ قال لي they be at home last week نفس الطريقة قال لي صحح الجملة الجملة بها زمان ماضي شلون عرفت ماضي؟ من خلال كلمة last زين يا قاعدة قاعدت المثبت ليش قاعدت المثبت؟ لأن ما لقيت لا negative ولا نوت ولا question ولا علامة السؤال إذن نطبق القاعدة المثبتة شو تقول فاعل شنو الفاعل؟ they أنزل they زاعدا فعل ماضي شنو الماضي ما لبي؟ عفيا البطل أما was أو where زين they تأخذ was or where تأخذ where أكتب where زاعدا التكملة they were at home last week لقد كانوا في المنزل الأسبوع الماضي إذن الآن عرفنا قاعدة المثبت مع الماضي البسيط الآن ننتقل إلى ملاحظة احنا شرحناها سابقا أنه ظروف الدالة على هذا الزمن هي yesterday و ago last و 1990 إلى آخره وراها شو يقول لي؟ يقول لي عنده النفي شو نعرف أنا في استاذ؟ إذا لقيت كلمة negative مثل ما وضحنا أو not ذني إذا شفتهم بالجملة تطبق القاعدة المنفية negative أو not نضع الفعل المساعد did و not أنت تعرفون أن did زائد not أقدر اختصرها ب didn't إذن أما تقول did not أو didn't نضع هنوين استاذ؟ نضع الفعل المساعد بعد الفاعل فاعل هنا نركز و نرجع الفعل الرئيسي إلى شنو؟ إلى أصله فتكون القاعدة كالتالي شون تكون القاعدة؟ فاعل زائد نقلنا نخلي did not ورا الفاعل و نرجع الفعل مجرد شنه يعني استاذ نرجع الفعل مجرد؟ نحن قبل شوي أنطاني كمثال play شو سوى تليها؟ سوى تليها played ليش؟ لأن القاعدة تقول تقول أنا أريد فعل ماضي فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة هنا بالعكس هنا هو رح ينطيني يا played لما نسويها من فيش أرجعها رح أرجعها play أرجعها لأصلها أو كمثال رح ينطيني went ونت هي الماضي ما شنو؟ ما القو أرجعها لأصلها أرجعها لأصلها أرجعها go زائد التكملة شون يعني استاذ؟ ما افتهمت شوف اسك مثال علي went to the cinema يستبدأ أعيد نفس الشرح أوقع الجملة بها زمن الجملة بزمن الماضي شون عرفت؟ من خلال يستبدأ عاش تيدك هل سحدد الزمن الجملة زين بها قاعدة من قواعد الماضي مثبت نفيذ استفام أنا رح يقول لك بأنقوسيا negative شين يعني negative يعني نفي يعني هو دا يقول لي إنه هاي الجملة أريدها بالقاعدة المنفية ما تقول القاعدة المنفية؟ تقول فاعل شنو الفاعل؟ علي إذن أنزل علي زائدا didn't أجيبها من جيبي نضع didn't بعد الفاعل زائدا شنو؟ فعل مجرد went الماضي ما الgo إذن من went أرجعها إلى go زائدا التكملة علي didn't go to the cinema لا يستبدأ علي لم يذهب إلى السينما البارحة نفية الجملة وهنا أنا قال لي علي ذهب إلى السينما وهنا أنا نفيتها قلت لي علي didn't go to the cinema علي لم يذهب إلى السينما كذلك المثال الثاني همنا بين قوسيا قال لي negative شنو يعني negative يعني not أول شيء أحد الزمن الجملة الجملة بها زمن استاذ الجملة بزمن الماضي شون أرفت؟ من خلال كلمة ago عاشت إيدك وراها وراها يا قاعدة من قواعد الماضي تطبقها قاعدة النفي شون أرفت؟ من خلال كلمة negative يالله هستطبق لي قاعدة negative شو تقول؟ تقول فاعل شنو الفاعل؟ نوها أنزل نوها زائدا شخلي didn't أجيب بعد الفاعل زائدا أرجع الفعل الماضي إلى أصله watched لأصل مالتها زائدا التكملة تيفي 2 hours ago هو شقل لي؟ قل لي نوها شاهد التلفاز قبل ساعتين نفية الجملة نوها لم تشاهد التلفاز قبل ساعتين هذه ما يخص قاعدة النفي زين عنده الاستفهام اللي هو شون أعرفه؟ من خلال كلمة question أو مرات يخلي لي هيتش تلميح بسيط بعلامة السؤال شنسوي بالاستفهام؟ نأتي بالفعل المساعدد وننخليه ونقدمه على الفاعل يعني نخلي بداية الجملة ونرجع الفعل الرئيسي إلى أصله شنه يعني نرجع الفعل الرئيسي إلى أصله؟ مثل ما سوى أنا فعل مجرد كما في القاعدة التالية شو تقول؟ أخلي الدد بالبداية قبل الفاعل وأنه أخلي الفاعل وأرجع فعل رئيسي شنه يعني فعل رئيسي؟ يعني مجرد يعني أرجع على أصله زائدا التكملة ولا تنسون علامة الاستفهام لأن عليها درجة بالامتحان شون يعني أستاذ؟ كمثال اش قل لي؟ قل لي علي went to the cinema ما يستردي؟ اش قل لي بين قوسيا انتبهوا لي؟ question عيد من البداية الجملة بها زمن؟ ماضي شلون عرفت ماضي؟ yesterday يا قاعدة من القواعد الماضي؟ قاعدة السؤال شلون عرفت؟ من خلال كلمة question يلا هسن طبق قاعدة السؤال شو تقول؟ تقول did أخليها ببداية الجملة زائدا الفاعل شنه هو الفاعل؟ علي زائدا فعل رئيسي أو فعل مجرد شوفوا هنا أنا منطيني went اش أرجعها؟ أرجعها go did I go؟ زائدا التكملة to the cinema ولا تنسون علامة الاستفهام بالنهاية هل ذهب علي إلى السينما البارحة؟ سوية جملة استفهامية هذا ما يخص قاعدة المثبت والنفي والاستفهام للماضي البسيط الآن ننتقل للأمثلة اللي ممكن تجيني بالامتحاد احنا حلينا مجموعة سحاليا لكن الآن نخلي كل القواعد قدامنا ونحاول انحل ركزوا إياي خلنا نراجع القواعد القاعدة المثبت شو تقول؟ حاولت تذكرها فاعل زائدا فعل ماضي زائدا تكملة هاي قاعدة المثبت قاعدة النفي شو تقول؟ تقول فاعل زائدا did int زائدا فعل مجرد زائدا تكملة الاستفهام did زائدا فاعل زائدا فعل مجرد زائدا تكملة ولا تنسون علامة السؤال شن الدلائل الماضي البسيط؟ قبل شوية ذكرناهن اللاست واليستردي والاستردي 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 او اذا نطاني مثلا الف وتسعمائة وتسعين الفين الفين وخمسة لان كلهم من التواريخ الماضية الان نجي نحل على اساس القواعد اللي حفظناها قل لي فاطمة بي ان ذا مول لاست فرايدي اش قل لي بين قوسين هالمرة؟ قل لي كوركت صحح هاي الجملة خاطئة صحح لياها زين ركزوا ايايا الجملة بها الزمن جملة بزمن الماضي استاذ شون عرفت؟ من خلال كلمة لاست اذا عرفت ان الجملة ماضي بسيط زين اوقف استاذ الماضي البسيط بيثلت قواعد مثبت وانا فيه واستفهام يا قاعدة راح اتطبق اقول لك تطبق قاعدة المثبت اذا تم متنقل القاعدة المنفية ا linear third اثن ان تتطبق قاعدة المنفية اثن ان اذا لا كنتُ ا طبق القاعدة المثبتة اثن ان اثن Brittany اذا لم متنقل القاعدة المثبتة لا کتيوب الان Louisiana لان الفاعل اور늘 فاطمة فاطمة ثم فعل ماضي B ما الماضي كيف مات ستابعا؟ st إذا صادفت بالماضي البسيط تتحول أما was aware زينان شن حولها was aware طاطمة تعتبر شيء إذن أحولها إلى was زايدا التكملة شن التكملة in the mall in the mall last friday البقية تنزل كما هي الجملة الثانية yesterday we go to our grandfather هم قال لي correct صح الجملة بيا زمن ماضي شلون أعرفت ماضي من خلال كلمة yesterday زين اللي بعدهم يا قاعدة من قواعد الماضي قاعدة المثبتة شلون أعرفت لأن ما لقيت لا negative لا question لا note لا علامة السؤال إذن أطبق القاعدة المثبتة شو تقول تقول فاعل شنو الفاعل we زايدا فعل ماضي شنو الفعل الماضي go ماضيها went زايدا التكملة to our grand father نحن ذهبنا إلى جدنا البارحة استاذ ولي استردى ينزلها لو ما ننزلها تريد تنزلها بداية الجملة أو تريد تنزلها بنهاية الجملة أو متريد تنزلها أصلا ماكو مشكلة لأن انت شغلتك لنا فقط صحح الفعل الرئيسي جملة ثاثة the boy kicked the ball شو قال لي بين قوسين قال لي question سؤال طلاب هنانا ما منطيني دليل زي نوقف ستاد شلو نعرف زمن الجملة إذا ما نطاني دليل بسيطة جدا شلو نعرفها من خلال the ed الموجودة بالفعل يا زمن اللي الفعل ما لتكون be ed زمن الماضي بسيط إذن عرفت إنه هاي الجملة ماضي بسيط بس هالمرة يا قاعدة راح أتطبق قاعدة ماذا يعني question يعني السؤال راح أتطبق القاعدة الاستفهامية ماذا تقول القاعدة الاستفهامية did أخلي دد كنا نحافظ القاعدة زائدا فاعل شنو الفاعل the boy زائدا فعل مجرد شوف هنا الكيك تشبيه بها ايدي إذا أرجع فعل مجرد شو صير الصير kick أوخر من عدها اليد زائدا بتكمله did the boy kick the ball هل ركل الولد الكرة شوف لا تنسى علامة السؤال لأن عليها درجة بالامتحان بعد مثلا she not cook in the kitchen last night شوف هنا الجملة بها زمن ماضي شلون عرفت ماضي من خلال كلمة last زين هيا قاعدة من القواعد الماضي راح أتطبق القاعدة المنفية ليش راح تطبق القاعدة المنفية لأن لقيت هنا شنو not يلا نطبق القاعدة المنفية شو تقول تقول فاعل شنو الفاعل شي زائدا شنخلي وراها did not عندنا نضع did not بعد الفاعل زائدا فعل مجرد الفعل المنطينية شنو cook زائدا cook زائدا التكملة in the kitchen last night وبالأخير نخلي نقطة هذا ما يخص موضوع الماضي البسيط بالقاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية زمن الجملة شو نعرفه من خلال الدلائل ثانيا اعرف القاعدة يا قاعدة راح اتطبق مثبتة منفية استفهامية والشغل الثالثة والأهم انه ان تكون حافظ لهذه القواعد يجب حفظ القواعد اللي هي القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية اللي شرحناها على طول الدرس الآن ننتقل الى كتاب النشاط تمرين رقم واحد شي يقول لي ماذا فعلت في العطل اقرأ واجب على العسئلة شوفوا هنا هذا تعتمد على الطالب كل طالب يجاب على هذا التمرين من خلال اللي عمله بالعطلة مثلا هو دي سيلك يقول لك هل انت ذهبت بالعطلة ذهبت لمكان معين بالعطلة اذا تخلي صح معناها انت ذهبت واذا تخلي خطأ معناها انت ما ذهبت زيان هنا دي يقول لي you you are partner اول شي انت تجاوب على ذن المربعات وراها تسأل صديقك تقول لي did you go away هم رح تخلي جوابها اما اذا قل لك ايه تخلي له صح واذا قل لك ما ذهبت لمكان معين تخلي له خطأ وهكذا بس تخيل من دي سئلك يقول لك did you go away هل ذهبت مثلا انا قلت اقلت ذهبت الى مكان معين بالعطلة خليت صح did you go to the park هل ذهبت المتنزه كمثال ذهبت لمتنزه did you go to any parties هل ذهبت الى حفلة نفترض ان ما ذهبت وهكذا did you go shopping هل ذهبت للتسوق نفترض ذهبت وهكذا اما بعد ما تخلص لني تنتقل لزميلك تسأله تقول لك did you go away هل ذهبت وش رح يجاوبك يجاوبك yes تقول لك خلي صح يجاوبك no خلي خطأ تقول لك did you go any parties هل ذهبت الى الحفلات كمثال مثلا جاوب نيس أوضع صح did you go shopping هل ذهبت للتسوق مثلا قال لي no تخلي لخطأ وهكذا اذا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ننتقل الى تمرين رقم 2 did you or your partner do anything else هل انت او زميلك عملت اي شيء اخر write notes here اكتب ملاحظاتك هنا مثلا انا سويت شغلة ما موجودة من ذني اللي ذكر لي ياهن مثلا اقول traveled to paris سافرت الى paris اقول i traveled انا سافرت to paris سافرت الى paris شوفوا ان انا سويت شغلة ما مذكورة من ذني ان شاء الله اللي ذكر لي ياهن زيان هذه خاصة بي تسأل زميلك تقول هل عملت اي شيء اخر مثلا زميلي قل لي i went to the north انا ذهبت to the north ذهبت الى الشمال هذا همنا من الاشياء اللي ما منطيني اياها كذلك هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي الان ننتقل الى التمثيل لقامة ثلاثة يقول لي write a paragraph about your holidays قل لك ست صار عدك معلومات كاملة عن كيفية التعبير عن الاشياء اللي عملتها بالعطلة عرفت الماضي البسيط عرفت الافعال عرفت شون تكون جمل الان اريدك تكتب لمقطع نصي كامل عما فعلته في العطل include the following in your paragraph يقول لي ضمن ذن الشغلات في هذا البرغراف اللي راح تسوي او هذا المقطع النص اللي راح تسوي مثلا يقول لك من ذهبت مثلا يقول له I went سالسامة المثال راح نجي نبت I went to بصرة ذهبت للبصرة when you went there متى ذهبت هناك who you went with مع من ذهبت what you did ماذا فعلت how you felt كيف شعرت مثلا اكتب له مقطع نص يقول last holiday في العطلة الأخيرة I went to Basra with my family ذهبت للبصرة مع عائلتي we stayed there for two weeks بقينا هناك لأسبوعين we visited our grandparents قمنا بزيارة أجدادنا they were very excited كانوا متحمسين جدا after that بعد ذلك we went to بغداد ذهبنا إلى بغداد we visited زوراء park قمنا بزيارة متنزه الزوراء and we saw lots of interesting animals وقمنا بمشاهدة عديد من الحيوانات الممتعة it was amazing holiday لقد كانت عطلة مذهلة هذا التمرين يعتبر كواجب بيتي أغلب الأساتذة يطلبون من الطلاب كواجب بيتي الأستاذ يشرح الماضي البسيط بداخل الصف يوضح للطلاب كيفية التعبير عن الأحداث التي حصلت في الماضي باستخدام الماضي البسيط الطالب صار عده معلومة شون يقدر يكون جمل باستخدام الماضي البسيط فالأستاذ يطلب نطل بما أن أنت أصبحت تعرفون كيف نتعبرون عن الأحداث التي حصلت في الماضي قالتكم يسوي لي مقطع نصي كامل عما فعلته في العطل فالطالب يقدر يعتمد هذا المقطع النص اللي أنا كتبته إذن مجرد واجب بيتي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هذا كان دارسنا لهذا اليوم أخذنا بالماضي البسيط أخذنا بالأنشطة الصفية أخذنا بالواجب البيتي أخذنا بالأسئلة التي يمكن أن تجينا بالامتحان وإنما نستطيع نجاوب عنها وإنما نكون جملة بالماضي البسيط بالمثبت بالنفي الاستفهام حيث نعرف الجملة بالماضي البسيط حيث نحول الفعل إلى ماضي إذا كان قياسي نضيف لأيدي أو إيدي وإذا كان شاد يجب حفظ الأفعال وصيغتهم الماضية ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة معكم على الشاشة